وقعت تخطيط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاطة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلا من عام 2024 جاء ذلك خلال مشاركتها في فعليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن يأتي هذا التجديد تأكيدا على التزام طرفين بتحقيق هداف البرنامج القطري الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقا للمعايير الدولية هذا وتشارك عشرون جهة وطنية في أنشطة البرنامج وتستفيد من مشروعاته كما يتضمن البرنامج نحو 35 مشروعا وفقا لخمسة محاور أساسية تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والابتكار والتحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الإحصاءات بالإضافة إلى التنمية المستدامة